السلام عليكم و مرحبا و الف مرحبا بكل متابعي قناة شهيوات فطيما مرحبا ايضا بالمشاهدين الجدد وصفة اليوم ان شاء الله عبارة على اقتراح للقوتي فغد نحضروا مادلين او لكوب كيكز كي يجو مفقعين اي مشققين من الفوقه ورطب من الداخل ومفشفشين مهويين كي يجو من اروع ما يكون باش تعرفوا معي طريقة تحضروا وايضا السر اللي كي يجعلهم يجو على ذاك الشكل مفقعين من الفوقه فمعليكم غير تتبوا معي خطوات الفيديو خطوة بخطوة وكونوا متأكدين ان شاء الله إلا جربتهم من اول جربة فغي يجو معكم ناجحين على هاد الشكل هنا يقسمت لكم واحد الحباب باش شو كيف كي يجو معي من الداخل كي يجو رطبين مهويين كتجي فهم واحد القرمشة خطوة اولية عندي احبتان من البيض وبالنسبة للبيض فمن ضروري يكون عندنا بدرجة حرارات المطبخ ودائما كنقيسوا كلها بيضة على لغتها باش إلا كانت شربتها مزويناش ما تضيع لنش اي حاجة وضعناها في الصلاة دي ثم كنضيف القليل من الملح بساق صغيرة من الملح باش كدك تصحنا الضوقة وايضا كأس من سكر الخاشن اي سكر حبيبات بقياس كأس العنبة ما يعادل مياه وخمسة وعشرين جرام وكان ضيف واحد الخنيشة من فلون بدوق الفاني او اللي يمكن هاد فلون العادي هاد فلون المهم هاد فلون اللي كيكون عندنا بدوق الفانيليا ولا هاد الزرق وما كينيجوش انواع المهم فلون وخلاص كتخدموا بواحد الفلون المهم لديك الباكية ديالوبان تليكم وكينيجوش يكون بدوق الفاني فممكن حتى هو تخدموا بليك تكون الباكية ديالو بيضا صاف هنايا كنحاول نضرب هاد المكونات جيدا مع بعض اياتهم حتى كتفتح لنون ديال البيض وايضا السكر ثم كنبدأ نضيف هكذا 150 ميليليتر من زيت نباتية يعني كاس بقياس كاس العنبة كنضيف وقدم تدريج مع التطريب المتواصل حتى كيندمجو ليه كل مكونات مع بعضهم ثم كنضيف كاس من الماء ما يعادل 150 ميليليتر بقياس كاس العنبة بالنسبة للكاس ديال الماء يعني لو تتقطاش دو شوي فكتخدموه بالماء مثلا لما كاش مطفر عندكم الحليب كاس من الحليب او لا كاس من الياغورت او لا كاس من عصير البرتقال فكتعوضوه كاس من الماء كيعطينا نفس النتيجة ثم نضيف الدقيق بالنسبة للدقيق نضيف كاسين من الدقيق دائما بقياس كاس العنبة ماء يعادل 180 جرام ونصف كاس من ناشا الدورة اي الميزينة هي لكتعطينا واحد طراوة واحد الخفة لهذا الكيك ديالنا او لهذا الكاب كيكس فكيعطيهم واحد الخفة كيجوا رائعين جربوا بهذا النسكس ديال الميزينة ماتلا ما توفردش عندكم ممكن تعوضوها بنصف كاس من الدقيق يعني تضمو بشك كيسا او نصف من دقيق هنا يضيف ديوش خنيشات من خاملات الحلويات مايو عادي 16 جرام هناك ما لاحظتم معي مشاعلش لمماس يعني ما خدمتش لمماس ديال طرر بالكهربائي حتى خلط هذا الدقيق باشا كده ما كيتزل علينا شو كيطرنا فوق سطح العمل ديالنا كيروون الدنيا صفين بعد مني كندخلها ذاك شوية دقيق في السوائل عادة باش كنطرب جيدا حتى ما كتبقاش عندنا اي تكتلات ديال الدقيقة هناي غادي نحاول بالاستعانة بالسباتيول ننزلها ذاك الجوانيب يعني ذاك الدقيق اللي بقا لنا نشوف الجوانيب فكنزلو كيما كتلاحظوا معي بعد الشكل بالسباتيول ثم كنعاود نطرب مرة اخرى الخالات ديالي حتى كنتحصل عفوا على خالات اللي كيكون جانس بدون اي تكتلات يعني كيكون القاوام ديالو املسة على هاد الشكل اللي غا تلاحظوا معي صافي هنايا الخالات ديالنا كيصبح جاهز واحد ملاحظة جدا مهمة ممكن هاد الخالات ديال المادلين تعجنوه بالليل وصبح طيبه كيعطي نتيجة رائعة ولكن هدا ما كي يعنيش الى عجنة وطيبنا في نفس الوقت را ما كدجش النتيجة كيف 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 كدجي كيف كيف يعني شخصيا دائما كان عجن الكبكيكز وكان هكذا كان نطيبه سير بلاس احتفالا شمرات كنت عندي شي حاجه اولا فكان خليه في ثلاجه نفط عليه في ثلاجه وصبح طيبه عادي كي يعطين الناس في نتيجة باللاكس يرتاح وكي يعني كي زيان كتر هنا كيف ما كنت لاحظوا معي عندي ذكو الكبكيجات اولى كيست تديال المادلين ووضعتهم في فهد المول كيف مرتلحتي مع هذا الشكل ثم نأخذ ملعقة الايس كريم و نأخذ ملعقتان مملؤتان من الخالطة الكيك فهذا كل القوعتات كيفما تلاحظوا معي سوف كان بقى مستمرة حتى نعبئهم كامين بهم مثلا الى طحت لكم شي حاجة في الجوانب كما لاحظتم معي فكتقدروا يعني تمسحوها ما تخلوش هذا كل الزائد الكيك سوف نقوم بقى مستمرة حتى نعبئهم كمية وفيرة بهاد الخالط سوف نضعها في الفرن سوف نحضر في الخالطة الكيك ديال على درجة متوسطة تقريبا هاد الفرن ميتين ميتين هي الحرارة المتوسطة ممكن تهبطو تل مية وسبعين نشعول من الفوق ومن التحت نشعر الميروحة باش كده كتوزعنا درجة الحرارة وكنصبرو عليهم من 15 نقوله 23 دقيقة كيصبحوا مستويين متحلوش عليهم حتى كدوس 15 دقيقة باش كده كيعطانا هاد النتيجة مثلا كيلي ما كيعجبوش كيني الأشخاص ما كيعجبوه مش الكابكي كيكون مفقع من الفوق كيلي ما كيعجبوش عليهم من الفوق كيلي ما تخلوها فقط مشعول من الجهاز السوفية حتى كي طيبوا كيتنفخوا كيجينا عادي يعني ما ما شقيقش من الفوق لهم كتمقى مسألة دوقية انا شخصيا كيعجبني الكيكيك تكون مفقع من الفوقه باش كتتحصلوا لها النتيجة ضروري كتشعولوا عليهم من الفوق ومن التحت من تقلولة يعني افو كتخشيوا اللاطا في الفران راكتكون مشعول عليهم من فوق ومن التحت تقريباً ما بين 15 إلى 20 دقيقة حتى نصف ساعة لحسب الفرن ديالكم واش درجة الحرارة دياله مرتفعة او لا واش حارة زعمة كتطيب بسرعة او لا كي تعطل ميمتو مارة كل سيدة كتعرف القياس ديال الطهو ديالها وديال الفرن كيف كتتعامل معه يعني بشكل بشكل يومي وتكساركت طيبوع اليوم اللي كابكيك ديالكم غير هو كتشعلون من فوق ومن تحت ديال دروري باش كيتفقعوا وكيجو من شققين هذه هي وصفة اليوم كانت مناشا الله تنال إعجابكم للأمانة باش نكون واضحة معاكم الكمية اللي خرجت ديال من هادي خرجت 12 12 على 6 يعني 18 الحبة وغيباً لكم مازال رازي ذاك زيد عجنة خلطة أخرى يعني عجنة أخرى ديال ديال الكيكوعة وطيب تلي أنني كنت محتاجة لي بكمية كبيرة هذا غير باش نوضحها لكم للأمانة فقط هذه هي وصفة اليوم كانت مناشا الله تنال إعجابكم تجربوا وطردتوا يخبر باللي كان كأقول لكم السلام عليكم وفي أماني الله لحلقة قادمة إن شاء الله